هتكلم في حتة مهمة جدا ودي الحاجات اللي هي سلطان البروستاطة لما عملوا عليه تجريف في الخارج لأن التورم في البروستاطة ممكن يبقى تورم عادي بعد سنة الاربعين ممكن يبقى سماي البروستيت اللي هو البروستاطة الشايخوخية اللي هي أساسا ثلاث فصوص واثنها خمسة وعشرين جرام الخمسة وعشرين جرام دي من الممكن تبقى جميع كبير جدا طب هتكلم في أقوة هامة دايما أنسجة البروستاطة تحتوي على زنك عالي جدا يعني الزنك المورود في جسم الإنسان من خمسين إلى مية وخمسين مايكرو جرام هي بتحتوي على كام ألف مايكرو جرام يعني حاجة كبيرة جدا أعلى تركيز زنك موجود أنسجة البروستاطة طيب كمية الدم اللي بتطورد إليها كمية أوليها جدا عشان كده لما يكون فيها أي مايكروب اللي بنيجي نعالجه بمضاد دحية وبيبصع بجدا لأن الدم اللي بيوصل فيها أوليل جدا فوجدوا أن حب الرشاد بيعمل إيه أولا بيشيل التورم اللي موجود فيها وعلى فكرة في ناحية في ناس بيبعندهم سبلينو ميجالي يعني سبلينو ميجالي يعني تضخم في الطحال والتضخم في الطحال ده بيأتي إمتى بيأتي لما بنستهلك كرة الدم الحمراء كثيرة جدا وعما لا تستهلكها وبالتالي الطحال عما ليأخذ كرة الدم الحمراء يستهلكها ويدي المواد الأولية لها للنخاع عشان يكون كرات حمراء جديدة اللي بيحصل أن الطحال بيشتغل أكثر من اللازم فبالتالي بيحصل عنده تضخم وكثير جدا ما بيحصل عن تضخم نتيجة فيروس C أو فيروس B أو الدزونترية المتحوصلة المزمنة بيحصل فيها سبلينو ميجالي تضخم في الطحال ووجدوا أن حاجتين يشيلوا تضخم الطحال ده حب الرشاد اللي هو السفاء ووجدوا حاجة تاني غريبة جدا اللي هو السدر أو النبأ وراء النبأ أو اكسمار النبأ بيزيل تضخم الطحال وما فيش حاجة غير كده اللي احنا لو سيبناه يبقى معناه ان احنا لا دم نشيله ولو شلناه اللي بيحصل الكبد بيقوم مكان الطحال لكن فيه مشكلة بتحصل في الكبد بعد كده وهي الكبد بيبدهني على طول فعشان كده لابد ان احنا نحافظ على الطحال ان الطحال ده بقى ايه وثيلة للتخلص من النفايات كلها والنفايات اهم حاجة انه بيستهلك لي كرات الدم اللي انتهى عمرها لانه كرات الدم عمرها في الكبير مية وعشرين يوم وفي الصغير بتبقى اربح شهور بعد كده بيستهلك الطحال بياخد المواد الاولية عشان يديها للجسم عشان يصنع منها كرات دموية جديدة طيب في بعض الناس بيبقى عنده هبات وميجا لتضخم في الكبد هبات وميجا لتضخم في الكبد وبالتالي تضخم في الكبد بيبقى كبد دهني واجدوا ان حب الرشاد لإعلاقة بكل هذه الاورام سواء كانت خبيثة او ايه حبيثة اشتركوا في القناة